خلونا كمان نشوف تقرير عن ثمار جهود الدولة المصرية المستمرة في تطوير العشوائيات خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل أخبارنا هنا تحولت الجبال والصخور من أرض صلبة إلى أرض تدب فيها الحياة بها جميع المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطن لينتقل من العيش في عشوائيات لا تصلح للسكن الآدمي إلى سكن يليق بإنسانيته هذا مشروع صاحبه أول مصنع السجاد في الأصمرات بدأ مشروعه قبل عام والآن أصبح المشروع مصدرا أساسيا للرزق لكثير من العمال بهذا المصنع الذي يوفر الكثير من فرص العمل اللي عملوا الرئيس هنا في حي الأصمرات ونقلوا للأهلين من المناطق العشوائية والمناطق الخطرة لحي الأصمرات عمل لهم هنا عمارات وسكن وكونباونز وشواء متشطبة بالكامل ومفروشة بالكامل على أعلى مستوى بس الناس دي لما تنقلت كان عندها مشكلة أن أغلب الناس كان أشغلها بعيد عن هنا خالص فإحنا فكرنا كرجال أعمال أن احنا نعمل مشروعات صغيرة مشروعات صديقة للبيئة لأن احنا تحت الأماكن السكنية بتاعتهم احنا بنعلم العيل عشان يستفاد يتعلم مهنة يبقى كويس واصلوبه يتغير ووضع كله يتغير بنفيد العيل في حاجات كتير نعلمه حاجة حاجة نعلمه عقدة نعلمه يتملى نعلمه يدق بنوصله أنه هو في يوم يبقى صناعي جاينا هنا مدربين يعلموني يعني كانش لسه خالص اتعلمتي إزاي أن أنا أمسك الخيط وتعلم أشتغل على السجاد وكده فعادت يعني حوالي شهرين وبعدين تعلمتي كويس وده وقت بقت بشتغل ومسكنون لوحده ومان لي فيه واشتغلت واحده هو فرق كتير هو فيه ناس كنا كان جاي لنا أصلا بش عارفة أصلا يعني إيه مكان يعني إيه أصلا غرزة واحدة مع التانية والحمد لله بقى صناعية حدون قوي والضربة بقى حاجة جميلة قوي لم يكن مشروع السجاد الأوحد هنا في الأصمرات المنطقة الجديدة واقعا ملموسا في الكثير من المشروعات التي تخدم سكان المنطقة وتساعد على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية والبناء لتستمر الحياة نيجي نفتح في الأصمرات علشان نوجد عمالة أو نوجد إيد عملة مدربة تساعدنا وإحنا نساعدهم في إجراد حياة أفضل من اللهم فيها أنا جيت هنا أولا كما لمصنعة فتح أنا حبيت أننا أصلا حبيت أصلا المجال دوت أننا أتعلموا كله فجيت يعني ناس كويسة أوي هنا وبصراحة يعني مهتمين بينا يعني فوق ما تتخيل فأنا حبيت أصلا أننا أتعلم كل حاجة هنا نجينا الأصمرات إحنا ماشيين مع الاتجاه العام للدولة برئاسة سيد الرئيس عمفتاح السيسي أنه يحاول يوفر مسكن ملائم ويحاول يوفر فرصة عمل شريفة لكل مواطن في البلد مشروع الأصمرات الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل بمدينة تحيا مصر في محافظة القاهرة يعد من أهم المشروعات التنموية والخدمية العملاقة وذلك تأكيدا على استمرار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة ولتوفير حياة كريمة لمواطنيها موسيقى